موسيقى 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 يا عبركي جيتكم من الدخلة البوليسية اليوم عنا قصة علمها علاقة بالإجرام بالشرطة بالأفلام البوليسية الي نشوفها في في الأفلام الأفلام البوليسية الي نشوفها في الأفلام صحة معليش فوتوا أول مرة رح نسي نحكي لكم قصة هكا فاصة فاصة فاح الخير عليكم أصبحنا وأصبح الملك لله سلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته قبل ما نبدو عندي تحدي والتشالنج صغير لكم رانا 338 ألف يعني تقريباً ورانا قربنا المياد فيديو طالب بسيط وصغير نلحقوا 350 ألف قبل ما نلحقوا الفيديو رقم 100 هذا الفيديو رقم 98 يبقى لنا فيديوهان على رقم 100 والفيديو رقم 100 الموضوع تاعه انتو ما خيروا خيروا لموضوعها كأشباب ولا حاجة ولا نديروها ولا تشالنج ولا اي حاجة قولوها لي في الكومنتانات بمناسبة انو وصلنا المياد فيديو في القناة تقصوها تقصوها نديرو الطقوس ولا انتقصكم اذا بعد ما كملنا اكتشافنا للسابن ماجيك مونتين الفنان هادا كل السويسري اللي يدارهم في وسط الصحراء وعطاوا لمسة وبهجة للصحراء كملنا طريقنا باش نكتشفوا واحد السيارة فقط باش نروح ونشوفوا واحد السيارة تمشينا حوالي ساعتين انا ومهدي هادا السيارة مشهورة مشهورة بزا في امريكا وكانت كاينة في الكازينو تم في فيغاز قبل خليني نحكيكم على القصة باش نشوقكم اكتر باش تعرفوا على هادا السيارة القصة اليوم لاشهر مجرمين اشهر تونائي واخطر تونائي في امريكا وفي العالم ككل هادا التونائي بوني اند كلاي كيتلاقوا هادا التونائي كان في عمر بوني 19 عام وفي عمر كلايد 21 سنة يعني كانوا صغار كزاف القيمة تاحهم نفس قيمة الكابون يرغم انه يعني الملف الاجرامي تاحهم ما شكي مع الكابون يعني ما كانوا ش يديروا عمليات اجرامية كبيرة كانوا مختصين بحاجات صغار سرقة البونوك سرقة المحلات سرقة سيارات سرقة الناس من برا سرقة سيارات فكانوا مختصين بهذا الشيء والعجيف في الامر واللي خلاني مهتم بهذه القصة انه الشعب يحبهم رغم انه اختلسوا اموال الشعب ويدوا اموال الشعب اللي انه الشعب يحبهم وكان روايات اللي يقولك انهم كانوا يقعطاكوا بزيف لابوليس اكثر من الشعب وكان يقولك كانوا لما يقعطاكوا الشعب ولا يخونوا الشعب ولا يخونوا السيارات كانوا يخونوا بهذه الضرافة والحنية خطرة في قصة يقولك انه خونوا سيارات على واحد وعطاوها درهم باش يولي باش يولي يعني باش يجي طاكسي ويجي اوبر ويولي المهم كل واحد يحكي القصة يعني كالي يحكيها من عيون الشرطة ويحكيها من عيون اللصوص بوني اند كلايد انا رح نحكيكم القصة الحقيقية تحهم باش نحكي القصة الحقيقية تح بوني اند كلايد السيدي لازمنا نعرفوا التاريخ تح امريكا في هاداك الوقت امريكا خاصة في عام 1930 امريكا كانت تعاني من هاداك الكساد الكبير واللي جاب معاه الفقر والجوع وهدو من الاسباب الرئيسية اللي خلات كلايد وبوني انهم يتجهوا المجال السرقة وفي داك الوقت مكانش فقط انه الكساد الكبير وانما كانت ظاهرة انك تصدم على البوليس تدخل الحوانية يعني كبال افلام اللي يتفرشتوا في الافلام كان على ارض الواقع احنا في امريكا وخاصة ان تكساس كان يقولوا لها الولاية البرهوشة المبرهشة وهذا ساعد بوني وكلايد على السرقة اكتر ولمشوار هذا على السرقة الحقيقي بدأ عام 1932 هذا التنائي من 1932 حتى 1934 يعني هذا العامين دوخوا امريكا والشعب في هذا العامين بغاهم بزاف لماذا؟ كانوا شغول هذا التنائي الوانتد يعني معروفين في الافلام بتاع امريكا يعني يهداره كانوا يحاوسوا عليهم الشرطة في كل مكان والغريب والعجيب في الامر كيفاش كانوا يهربوا للشرطة للاعب جيتيا سوناندرياس يعرف كيفاش كانوا يهربوا للشرطة يعني لما النجوم يطلعوا لك في البلاي كيش تهرب منهم لازم يدخل الستيت وخد اخرى فالشرطة ما تقدرش تحاوزهم ولما تقدرش تلحقهم والحاجة اللي خلات ان الشعب الامريكي يبغي هذا التنائي انه شغول كانوا يشوفوا فيهم هادو قصة العاشق والمعشوق انه والحب والعشق اللي يجبحهم هي علاقة حب وعشق الاجرام والقتل بوني اند كلاين ومثلوا عليهم العديد من الافلام خرج عليهم فيلم سنة 1967 على ما اعتقد وخرج فيلم جديد عام 2019 العام الماضي في ناتفليكس سموه The Highway Man لكن هذا The Highway Man يحكي القصة من طرف عيون الشرطة فمشهورين بزاف امريكا يعني كي تقول بوني اند كلاين رك تقول فيه شخصيتين مشهورين بزاف لكن واش ندو من القصة يعني شوفوا العبرة الاولى انه الانسان يتعامل ولا يختم بعاطفته اكتر من عقله وهذا الشي خطأ يعني رغم الاجرام بتاعهم رغم ما شادروا في الناس والناس بغاتهم يعني تعاطفت معهم شفتم هادك الكوبل هادك الحبوب والحاجة الثالثة اللي أنا بغيكم تركزوا عليها ونخرجوا منها يعني كخلاصة انه شوفوا هنا قوة الاعلام قادر يصور لك مجرمين في توب البطل فلازم كل الحذر من الاعلام الفاسد وبما انه فتحنا خانة الاعلام خليني نعطيكم يعني لما الاعلام يكون هادف ويخدم المجتمع في امريكا يعني في عام 2017 خرجوا واحد الفيلم لكن في امريكا قبل كانت واحدة الظاهرة اسموها ضاهرة تنمر فكانت حصاري هذه الظاهرة تنمر في المدارس في امريكا فوجداروا انتجو فيلم يعني هذا الفيلم كلفهم التصوير والانتاج امريكا 20 مليون دولار تخيلوا 20 مليون دولار حين يتجو فيلم حين يصحوا مفهوم حين يسقوا حاجة في المجتمع واللي هي ضاهرة تنمر شعر ربحوا من هذا الفيلم بمجرد اطلاقه عشرة ايام وقلة 220 مليون دولار يعني ربحوا وحدة المئة وتمانين مليون دولار من هذا الفيلم وفعلا حلوا المشكلة بالنسبة كبيرة اللي هي ضاهرة تنمر هذا الفيلم تحت عنوان wonder لا نروج لهذا الفيلم وانما راني نقولكم كيفاش انه بفيلم حلو مشكل في المجتمع وظاهر التنمر هذي رايك هنا بزاف في المجتمع العربي خاصة في المدارس فنتمنى انه الناس تخدم كما هكا يعني تحل مشكل فيلم وهذا الفيلم تفرجوه بزاف الامهات فما يقولوا يعني ما يحشموش بولادهم يعني اذا كان في عيب ولا ويخلوه ويساعدوه باش يندمج في المجتمع دروا خلينا نحكو على النهاية المأساوية تحهم وكيفاش كانت في السيارة الي ماتوا بها كانوا خاطفينها يعني كانوا سيرقينها فهذاك السيد سيارة تعهد الحكومة بغا تدهيها عليه لكن رفض ورجع سيارتها كما رايب هذيك الطلقات على الرصاص وبدأ يدور فيها في أمريكا شوف هذي خمم غاية هذا سمارت بدأ يدور فيها في أمريكا والناس تصور وتخلص دراهم ودار يعني كسب طروة كبيرة من هذيك السيارة من بعد هذيك السيارة اشتروها عليه الحكومة الأمريكية والآن وين راي هذيك السيارة؟ وهذيك الكروسة التي قتلوهم وما حبوش استسلموت وما قاعدين يتيروا على بوليس ولا بوليس يتيروا عليهم حتى قتلوهم داخل الكروسة والكروسة هذيك وراه في البلاسة هذي في الكازينو هذي اسمه ويسكي بيتس راهي لداخل وهنا اليوم راح نفيزيتي وهو وهذا كان الحل متاعي أنا مري كنت صغير كنت متأكثر بالقيصة هذي وقنت الجواز هزوم نروح ونشوفوها إذا يوم راح نحقق واحد من أحلامي يلا هاي يا جواز هاي هاي شوفي هوني انتوار دات خار ناتوا بهذه الخار وما زي مخليها كيمالا شوفوها مهدي واش رايس روعة والله كي ما قلت لك هذا واحد من أحلامي أنا من اللي كنت صغير كنت بتأثر بالقيصة هذي سيخطو في الجنراتي خرجت واحد الغنيات بيونسي وجايزي بوني انت كليد وفي الكليف يدروا العقص م salud مع هناك هي بوني وarde وقصت لي شوفوا الموتو هذي هي الموتو التي glands بها هذه هذي الرط الي مت بها أرواح شوف كيف شو كيف شتيروا عليهم شوفوا happened here بواهة الصح تيروا عليهم بزاي شوف وعندما ترى شراء كانت لديهم كروسة بلندي هذه الكروسة من نوع لينكون التي كانوا يدورون بها غير الوزراء والرئاس والمناس التي لديهم الكثير من الصورة كما ترى أثار تعرصص سياو يتيرون عليهم وكي يتيرون الكروسة بلندي ويقتلوهم كما تعرف بذلك كانوا الكثير مشهورين ترى الصورات على الجنازة تحتهم نهار قتلوهم ترى الناس كيفاش يشوفوهم على خطر كانوا بزاف بزاف مشهورين هادو ما قتلوهم جو الناس يطلر عليهم مشهورين قال لك عباد اللي بكاوا حتى عليهم بكاوا كانوا يحبوهم كانوا كثاف مشهورين وكي ما تشوف هنا يا هاد السلاح اللي حكمو عندهم السلاح اللي حكمو عندهم تشوف سلاح اللي حاجة كبيرة وهنا تقدر تشوف الصحف اللي هادروا عليهم ما جاء رائد والصحف من الحاجة المهمة هنا يتاني كأباركار التصويرات تحهم كي كانوا ميتين في اللامورغ صوروهم وهاد التصويره وهاد التصويره تعل الأوفيسور اللي قتلهم هاد الأوفيسور بعد ما قتلهم ولا بزاف بزاف مشهور على خطر شحال من أوفيسور حكم لونكات تحقيق القضية تحهم وفشل ومحكمهم مشهور اذا هادك يحكم وهم قتلهم ولا بزاف مشهور بزاف بزاف ودارين تاني الفين تحهم كل ما تجد فيزيتيو واستحفضوا تاني حتى باللباس اللي ماتوا فيه ماذا؟ ماذا؟ لا انا بك ماذا؟ واستحفضوا تاني باللباس اللي ماتوا فيه وهكذا كانت نهاية قصة روميو وجولييت الإجرام الذين جمعهم الحب والقتل وقسسهم ألهمت الأفلام أشهر وأخطر تناء إجرامي في أمريكا والعالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة